حباب قلبي طلاب بريب وان في كل مكان اهلا بكم معاكم مستر محمد سعيد واللي هنقوم النهاردة بشرح حلقة جديدة من منهج بريب وان حلقة النهاردة بتكلم على سينتيفيك نوتيشن هنبدأ نشوف معنا الدرس ده بتكلم عليه الدرس ده بالكامل القانون بتاعه زي ما هو قدامنا كده لو فيهمناه يعتبر الدرس بتاعنا اتفاهم خلاص بيقولي بيقولي انه اي صورة ممكن نحطها على الستاندرد فورم من السينتيفيك نوتيشن ده عن طريق الشكل اللي قدامنا ده كده بمعنى انه انا بكون عايز رقم معين ملتبلاي تن تو ذا باور معين بحيث ان الرقم المعين اللي قبل التن ده لازم يبقى الابسليوت ده بتاعته بتبقى انكلودد بتوين الوان اند تن الارقام اللي ما بينهم بالاضافة الى الوان نفسه لكن التن نفسها ما تنفعش الوان نفسها تنفع واللي ما بينهم ينفع خلي بالك اللي ما بينهم ده ممكن يبقى مثلا ايت ممكن يبقى ممكن يبقى ممكن يبقى كل دول ما بين الوان والتن فبينفع ان انا استخدمهم طيب تعال نفهم الموضوع ده اكتر طبعا وبيقول لي هنا الان اللي هي الباور اللي موجودة على على التن ده يعني ممكن تصبح بالناجاتف او بالبوزيطف يعني انفع اقول تنت واذا باور ناجاتف فايف مسلا يبقى دي برضو من ضمن الستاندرد فورم بتاعتي نفهم الموضوع ده اكتر ازاي مديني هنا سؤال بيقول لي بط ايتش افزا فالوينج ان ستاندرد فورم وبيديني سؤال بهزا الشكل طيب اولا انا هحل بمخي وبعد كده اقول لك الكالكوليتر بنعمل بها ايه? لانه الدرس بالكامل بيتحل بالكالكوليتر اصلا بس لانا لازم افهم بمخي الاول زي ما انا معودكو في اللي فاتت المفروض يا حبيبي دلوقتي لما بتقابل فيه زروهات كتير كده المفروض ان انت بتعتبر ان فيه مستخبية هنا من ورا خالص من البداية هنا خالص البوينت دي هي مفروض كده اصلا يعني لما بتبقى من ناحية اليمين خالص فممكن تتشال او ممكن تتحرك فانا دلوقتي عاوز اوصل لصورة معينة لعيس ان يكون في او رقم معين اقل من او زي ما انا قلت هنا ما بين الوان والتن او الوان نفسه فالطبيعي ان دي هتفضل تتحرك بهزا الشكل كده لحد ما توصل لهنا ما بين الوان والتو ليه لان الوان والتن هكون موجودة بتوين الوان والتن طب انا اتحركت كم مرة تعاني عدة كده انا بكتوقف ان اتحركت تسع مرات ناحية الشمال دي هتكون عبارة عن ايد بوينت تو بهزا الشكل اوكي الزيروهات دي كلها بقى المفروض ان هي تتحط جنب التو بس ينفع نشيلها بمعنى ايه حبيبي لما اجا انا اقول لك ايد بوينت تو هي هي ايد بوينت تويني هي هي ايد بوينت كم كبير جدا من الزيروهات جنب بعض كلهم نفس القيمة يعني انا اقدر اشيل الزيروهات دي كلها كده خالص وبعدين لما الزيروهات دي كلها تتشيل هي هي اكني ايد بوينت توين فاللها يحصل ان انا دلوقت اتحركت تسع مرات ناحية الشمال دي هكون معمولة ملتبلاي مع تن تو ذا باور ناين ليه لان انا هنا اكني عملت الرقم ده ملتبلاي بصوا ده يعني معنا ان التن معمولة تسع مرات يعني فينا عندك بهزا الشكل فلما اعمل ده الرقم ده كده ملتبلاي الزيروهات دي كلها يبقى مفروض ان البوينت طبعا لما بعمل ملتبلاي تين او هندرد او تاو تاوزند فالبوينت بتاعته في حرك نهاية اليمين فيبقى اصبح وان تو وثري بقى فكنا بنزود زيروهات كلام ده اللي احنا كنا بناخده زمان في جريد اه فايف وجريد فور كمان فالموضوع هنا حبيبي ده كده الاجابة النهائية بتاعتك دي كده في الستاندرد فورم فانا هنا اهو يبقى الاجابة ايت بوينت تو ملتبلاي تين تو ذا باور ناين طب كمان اجزامبل عشان تفهم لي اكتر ان شاء الله هنفهم الموضوع بصورة اكبر في السؤال اللي بعده اهو المنزر ده انا عايز احطه في الستاندرد فورم هنا بقى المرة دي هي البوينت جاهزة اصلا والمرة دي انا عايز احركها ناحية اليمين مش من ناحية الشمال زي ما كنت بعمل كده لا انا عايز احرك ناحية اليمين طب ومفروض ان انا افضل احركها بصوا ما ينفعش توقف هنا لان هيا لو وقفت هنا هتبقى زيرو بوينت وان ثري فايف يعني دي اقل من هو يبقى ما ينفعش تقفلي في الحتة دي امال هروح اعمل كمان واحدة تبقى هنا راي يعني الاجابة بصوا بقى انت هتحركت كم مرة المفروض تبقى كل الزيروهات دي معك وان ثو ثري فايف سكس سفن سيفن زيروز وبقى كده بهزا الشكل اوكي انا طبعا الزيروهات اللي منحة الليفت دي ملهاش لازمة يعني ده هول نمبر من ناحية الشمال في زيروز كل دول ملومش لازمة يبقى لي جابة هنا اصبحت ايه بس خلي بالك بقى هو دي مين بقى انا اتحركت كم مرة اصلا تعال انا عد كده هتبقى تن يعني لما كانت البوينت بتاعتي ناحية الشمال او ناحية اليمين خالص وقعدت تتحرك ناحية الشمال فبنعمل تن تو ذا باور عدد المرات بالبوزيتف انما لما كانت البوينت بتاعتي بتتحرك ناحية اليمين بهزا الشكل فبنعمل تن تو ذا باور اه رقم بالناجاتف بهزا الشكل طيب هنخش على الاجزامبل اللي بعده سعب بيديني سؤال من نوع ده جدا يعني هو بيديك اصلا تنتو ذا باور حاجة جاهزة قدامك بهزا الشكل ونبدأ نتعمل معها ازاي مستر الكلام ده المفروض يا حبيبي الفورتي فايف دي ما ينفعش اشتغل عليه لان انا عايز رقم جنب شيء معين عايز رقم جنبه هنا لازم يكون ما بين الوان والتن او الوان نفسه فبنعتبر ان في بوينت مستخبية قبل الفايف مفروض ان انا حركتها مرة تبقى هنا يعني انا حركتها مرة ناحية الشمال اصبحت وان بوينت اه او فور بوينت فايف ملتبلاي مين بقى هو مفروض تن انا حركتها مرة واحدة ناحية الشمال يبقى تنتو ذا باور وان بس كده عادية بهزا الشكل وجنبها اصلا تنتو ذا باور ايت طيب وخلي بالك يبقى انا هسبت كده الفور بوينت فايف بهزا الشكل وهنا تن وهنا تن يبقى انا هسبت التن وفي حالة الملتبلاي بنعمل باور بلاس يعني وان بلاس ايت ايكولز ناين بهزا الشكل ازا دي الصورة اللي هي موجودة في بتاعتها الجزء اللي بعض هنا برضو يا مستر المفروض ان دي انا مفروض افضل احركها ما ينفعش تبقى هنا عشان تبقى مش تنفع طيب هتبقى هنا اه هتبقى الاجابة هنا مفروض سيفن بوينت زيرو سكس فور عشان يكون الرقم ده بتوين الوان والتن او الوان نفسه طيب يبقى انا مفروض حركتها مرتين ناحية الشمال تبقى اللي هي اصلا موجودة معك وبالتالي يبقى الاسمال ده زي ما هو كده اهو مين بقى هنا تان وهنا تاني يبقى انا يا مستر هسبت وفي حالة الملتبلاي بنعمل يعني يا مستر دي كده الصورة النهائية في طيب انا اتفقت وعدتك ان انا هعمل لك الكلام ده بالكالكوليتر الناس كلها تجيب للكالكوليتر يلا عشان تطبق معي كل الناس تجيب للكالكوليتر يلا عشان تطبق معي اللي احنا هنقوله يلا بينا يا حبيب السؤال اللي قدامك ده بقى اول حاجة انت بتعمل حركة بالكالكوليتر اسمها ايه الحركة دي بتقوله بعد كده مد ماشي هيبقى فيه زرارة عندك اه اسمه اس سي اي اس سي اي ده اللي هو مكتوب قدامي في الكالكوليتر ممكن يكون موجود عندك انت رقم تاني المهم ان انت تشوف فين اس سي اي دي وتضغط عليه ماشي هيديك هنا بنزله لناين هدغط لناين ماشي اديك بالوضع ده ده بيقولك ان انت اي حاجة هتكتبهاي وتروح ايل عليها ايك ولا هتحطها لك في الستاندرد فورمو مباشرة ازاي الكلام ده تعالى نشوفه احنا عايزين نكتب ايت وبعد كده تعالى نعدي الزروهات كده كانت وان تو ثري فور فايف سيكس سيفن ايت كان ايت زيروز وان تو ثري فور فايف سيكس سيفن ايت هقوله ايكولز هيديني مباشرة الوضع زي ما احنا شايفين كده الزروهات الكتير قوي دي كده انت ملاكش دعو بيها يعني انت هتقوله ايت بوينت تتو ملتبلاي تن اهي اللي احنا كان بينه طب كمان سؤال الديسمال ده كله عايزين نكتبه اللي هو زيرو بوينت تعالى نعدي زيرو اكد وان تو ثري فور فايف سيكس سيكس زيروز وان تو ثري فور فايف سيكس سمال وان ثري فايف ونقوله ايكولز هيديني مباشرة برضو انا مليش دعوة بالزيرو ادي اللي كلها خالص يبال اجابة وان بوينت ثيرتي فايف ملتبلاي تنتو ذا باور ناجتف سيفن زي ما هو مكتوبة قدامك الجزء اللي بعضه فورتي فايف هيا مستر ملتبلاي تن تو ذا باور ايت اهي تو ذا باور ايت واقوله ايكولز هيديني ايه برضو كل الزيرو هات دي انا مليش علاقة بيها يبال الاجابة فور بوينت فايف اهي ملتبلاي تن تو ذا باور ناين السؤال اللي بعضه احنا معنا سيفن زيرو سيكس بوينت فور الكلام ده ملتبلاي تن تو ذا باور فايف زي ما هو مكتوبة بالزبط قدامك هي عايز الكليتر تحولها لي في الستاندان دي على طول هنقوله ايكولز كل الزيرو هات دي مليش علاقة بيها هنكتب سيفن بوينت زيرو سيكس فور زيرو هات دي مليش دعوة بقى خالص ملتبلاي تن تو ذا باور سيفن زي اللي احنا جايبينه بالزبط مع بعضها حبايا طيب ازا الموضوع سهل جدا سواء بنطبق بمخنا او بنطبق بالكالكوليتر تعالوا يلا ما نشوف مع بعض كمان اكزامبلز ونشوف مع بعض نتصرف مع ازاي دلوقاتها مستر البوينت دي ما تنفعنيش المفروض ان انا حركها مرة واحدة ناحية اللي مين يعني المفروض تبقى ومدام انا حركتها مرة ناحية المين يبقى هعمل مرة واحدة يبقى بس ناحية المين تبقى ملتبلاي اصلا اللي موجودة معاك يبقى انا معاك ملتبلاي هنسبت وفي حالة الملتبلاي بنعمل باور بلس اللي هو ناجاتف وان بلس ناجاتف سفن ايكوال ناجاتف ايب بهذا الشكل طب الموضوع ده بيتطبق ازاي بكالكوليتر المستر اهو يبقى زيرو بوينت تو فور ايت ملتبلاي تن تو ذا باور ناجاتف سفن ايكوالز ما ليش دعوه بالزيروهات ما ليش ده كلها خالص اللي جابها blue point forty eight multiply ten to the power negative eight طبان هبايبي نفس الموضوع يممكن تديك رقم بالناجاتف اعلي كالش هنا برضو مفروض الحركه one two three عشان تبقى one point five يبقى مفروض ناجاتف هنا اخلي بالك اه one point five انا حرقتها ثلاث مرات ناحية المين تبقى ten to the power negative three multiply اصلا ten to the power crec folders ناين اللي موجودة معك. يبقى هنا 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 وفي حالة بنعمل لو سري بلاس ناجاتف ناين يبقى الاجابة ولو طبقاتها برضو بالكالكوليتر هتديك نفس الصورة. السؤال اللي تحته هنا دلوقتي حبيبي طبعا ده اقل من فانا دلوقتي المفروض ان انا احركها مرة واحدة ناحية المين. ما هو خلي بالك انت لما يبقى معك زيرو والبوينت دي حركتها مرة واحدة هتبقى زيرو اولا من ناحية الشمال دي تشالت والبوينت اللي من ناحية المين دي تشالت بقت العجابة فاين فعشان كده المفروض لما انا حركتها مرة واحدة انا هتليمين بقت فايف بس وحركتها ناحية المين يبقى هتبقى عبارة عن معمولة اصلا مع تين بها زلشكل وبالتالي يبقى انا هسبت هنا تين وهنا تين هتسبت ثم ده بلاس ده اللي هو ناجاتف سبن اكوان وبرضو حبايبي لو جت عملتها بكالكوليتر هتدينا نفس الموضوع الانواع اللي من شكل ده كده حبايبي المفروض ان انا اشتغل عليها ازاي وبديك هنا لازم الاول يبقى في الستاندرد فورم والتاني يبقى في الستاندرد فورم وبعد كده تعمل الرقم الاولاني يعني النمبر مع النمبر شيء حاجة برضو مع بعض بمعنى دي بقى انت بتعملها بالكالكوليتر طب خلي بقى لك في نقطة مهمة جدا انت لما بتاعتك كنا احنا عملنا اللي هو والكلام ده كده بص دي ما تيجي انت مسلا تقول له انت مسلا ايه خلاص الدرس ده ايه خلصنا منه وبتحل حاجة تانية في الماس وقلتلي هنا كده بص هيئلك ايه المنزر ده مستر لأ المنزر ده مينفعنيش خالص هو انا احلي كده في الامتحان انا عايز ارجع الكالكوليتر لوضع الاصل انت يا مستر كده خربتليك الكالكوليتر ايه كالكوليتر يا مستر انت كده بواسطها لي لا يا حبيبي هتعمل ايه بقى انك ترجع للوضع الاصلي بتاعك هتقول له ايه ركز معي شفت ناين ثري ايكوال ايكوال بس رجعت في الوضع الاصل هو فور باي فايف هيديك توانية عالي جدا وتبدأ تشتغل بالشغل اللي احنا متعودين عليه بدون اده مشكلة هنا انا عايز اعمل الاول باي الاول يعني عايز اعمل واون بوينت تو ملتبلاي فور هنقول له الاجابة هتدينا بعد كده اقول له اس دي هتدينا فور بوينت ايت خلاص يعني دي فور بوينت ايت وهنا دي مش محتاجة من هنا كالكوليتر يعني هنا تان وهنا تان هنسبت التان وباور فايف وباور ثري بنعملهم اه بلاس بالاجابة هنا بتاعتي بهزا الشكل طيب هنا نفس الموضوع برضو هنعمل ده باي ده ونطلع الاجابة عايز تعملها بالكالكوليتر وتتأكد باجابتك هو كلها ده طبعا انا بقول لك حطها لي فانا برضو هقول له عشان نوصل للصورة بتاعتنا وبعد كده سيفن وبعد كده هنقول له هنا ايام او مش فور بقى من الاول خلص ادي بتاعنا ثم اقفل بتاعي الكلام ده الوضع ده اللي هو وبعد كده اقفل بتاعي واقول له ما ليش دعوة بالزروهات دي كلها خلص يبقى نفس اللي احنا ما طلعينها برضو مع بعض دلوقتي اصلا الاخير برضو ونفس الفكرة حبابي طيب نفس الموضوع هنا بال في كل الحكاية ان انا بمسك الرقم الاولين ده اعملو الرقم التاني ده واطلع الاجابة هنا ثم برضو بس هنا دلوقتي هتمسك ده تعملو ده وفي حالة بنعمل يعني هتبقى هنا او ممكن ان انت برضو تريح دماغك وتعمل كل ده كده على بعض بالكالكوليتر في دي برضو نفس الموضوع ودي برضو نفس الموضوع نعملهم بالكالكوليتر بدون ادى مشكلة بكده يا حبايبي نكون خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة اه حلقة سهلة جدا وبسيطة خالص اه عرفنا ازاي نحل بمخنا وعرفنا ازاي نحل بالكالكوليتر لما يجيوا لي حطي لي اي حاجة في الستاندرد فورم اتمنى لكم كل التوفيه ان شاء الله وطبعونا في الحلقات الجاية بازن الله سلام عليكم